في مثل هذا اليوم من عام 1968 وقعت معركة الكرامة التاريخية وهي معركة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لأن الجيش الإسرائيلي تكبد فيها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وهي المعركة الأولى التي يترك فيها هذا الجيش قتله ومعداته المدمرة في أرض المعركة معنا في هذه الفقرة الفريق نصر يوسف مشارك وشاهد عيان على معركة الكرامة أهلا وسهلا فيكم ورحب فيك معنا من داخل الستوديو أهلا وسهلا كيف أصبحت؟ الحمد لله الحمد لله دائما يعني بداية لنا ولمشاهدين ما الظروف السياسية التي كانت محيطة بالفلسطينيين والفدائيين في ذاك الوقت يعني خروجا من السبع وستين وثم محطة مهمة للفلسطينيين هي معركة الكرامة يعني معركة الكرامة هي ما في شكل جدفئات يعني كانت في مرحلة مهمة سواء في ما يتعلق في المنطقة أو في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل خاص تعرف في فتح الثورة الفلسطينية انطلقت من 1-1-65 تقريبا في هذا الموضوع وكان عملها تقريبا في ذلك الوقت محدود إلى حد كبير لظروف عديدة منها سواء كان ظروف المنطقة وعدم السماح للعمل الفلسطيني في تلك المرحلة من 65 حتى 67 بالعمل بشكل شرعي عبر حدود في هذا الموضوع ولكن جاءت حرب 67 عام 1967 وما ترتب عليها من نتائج على صعيد الجبهات الثلاثة جاء مفاجئا وصاحقا سواء للشعب الفلسطيني بشكل خاص أو للأمة العربية بشكل عام في هذه الحرب تقريبا أصبحت كل فلسطين محتلة بشكل بالإضافة إلى أراضي عربية سواء كانت في مصر أو في سوريا بشكل عام بهذا الموضوع في هذا الوقت طبعا بعد هذه الحرب ونتائجها ما في شك صار الوضع الفلسطيني أو العمل الفلسطيني الفدائي الفلسطيني صار أكثر شرعي وصار يعني الظروف صارت أكثر ملائمة إلو في هذا الملائمة إلو في هذه المرحلة بشكل أو بغر في هذه المرحلة جاءت معركة الكرامة بشكل أو بغر في الوقت اللي كان يعني الجيش الإسرائيلي بحاول يقضي على قوة الفدائيين الفلسطينيين والفلسطينيين في ذاك الوقت كانوا بحاولوا عادة ترميم يعني ما فقدوا برأيك إش هي الأسباب اللي جاءت من أجلها معركة الكرامة؟ معركة الكرامة أولا كان في نشاط عمل عسكري فلسطيني في الأراضي الفلسطيني في الضفة وغزة بشكل عام يعني لا بأس فيه أولا كان الاحتلال لسه يعني غير يعني مش متمكن من الأرض بشكل كبير وكان الأخ معمار الله يرحمه كان موجود في الأراضي الفلسطيني وأعاد تنظيم كثير من الخلايا العسكرية في الأراضي في الضفة وفي غزة بشكل عام وكانت النشاط الفلسطيني أيضا من خارج الحدود كان كبير جدا على خاص فيما يتعلق بالجبهة الأردنية لأن الجبهة الأردنية هي الجبهة الوحيدة المتصلة مع الوضع الفلسطيني السكاني في الأراضي الفلسطينية بشكل أو بآخر في هذا الموضوع في هذه المرحلة طبعا زاد العمل الفلسطيني كثير جدا والإسرائيلين كانوا في وضع يعني كانوا في حالة غرور الدولة التي تقر الجيش القوية الجيش المنتصر كل هذه القضايا وطبعا كان العمل الفلسطيني بشكل يعني عملية إزعاج حقيقية وكانوا يروا أنه يتنامى بشكل كبير وكانهم معنيين أنهم يحطوا حلول قبل أن يصبح مشكلة حقيقية لهم في هذا الموضوع بدأت المعركة يعني في قصف ومدفعيات إسرائيلية ثم تحولت إلى اشتباك ما بين القوات يعني فدائيين مع الجيش الأردني وفي المقابلة الجيش الإسرائيلي هل تذكر صورة المشهد؟ يعني ماذا تذكر؟ يعني هو الجيش الإسرائيلي هو دخل الكرامة زي ما قلت هو كان في حال ضرور وكان هو يعتقد أنه هذه المجموعات الفلسطينية الغير منتظمة كثيرا يعني بهذا الموضوع أو غير مشكلة تشكيل عسكري حقيقي بهذا بشكل أو بآخر بالإضافة إلى أنه هذه المجموعات يعني سهل القضاء عليها أو إنهاها بالإضافة إلى هو كان يعتقد أن الجيش الأردن والجيش العربي الأردني في هذا الموضوع أنه لسه يعني هو غير جاهز لخوض معركة لأنه المسافة كانت قريبة في أردن كان فاقد جزء كبير من قواته في الجبهة الغربية اللي كانت الضفة الغربية تعتبر الجبهة الغربية قوات الجيش في هذا الموضوع كانوا يعتقدوا أن الجيش غير مهيئ أو غير جاهز لخوض عمل عسكري ضدهم بشكل أو بآخر في هذه العوامل بالإضافة إلى أنه هو إمكانياته كبيرة ومنتصر وإلى آخر هذه هي العوامل شجعته للعمل لدخول لعبور النهر ودخول الكرامة هذا ما أعتقده ولكن ما لا يحصل هذا ما أعتقده أيوه هذا هو ما أعتقده ولكن هو في الواقع هو كان هو فوجئ بشيئين فوجئ بأنه فيه مقاتل فلسطيني بده يقاتل وجهز يستشهد وفوجئ أنه في الجيش العربي أنه استعاد يعني استعاد شيء من إمكانياته ووثيقته بنفسه وأنه جهز يقاتل كمان لرد كرامته بشكل أو بآخر في هذا الموضوع وهذه العاملين كان مهمات فيه أضيف إلى ذلك أن الفترة من بعد السبع وستين حتى معركة الكرامة شهدت عمليات احتكاك كثيرة بين الجيش الأردني والإسرائيليين عبر العمل الفلسطيني لأنه كانوا هم على الحدود وكان فيه استراجتباكات على الحدود وكان الجيش الأردني كان يشارك فيها بشكل أو بآخر وبعض الحالات كنا نعمل نحن والجيش الأردني في كثير من واقع كانت مواقعنا مشتركة أو نقاطنا الإمامية تقريبا مشتركة أو بجانب بعض أو متجارب هذا ما حصل كان فيه اشتراك ما بين الجيش الأردني والفلسطينيين المعركة هل كان فيه كافق في العدد أو حتى بالعدة في أثناء المعركة من ناحية أعداء الفلسطينيين والأردنيين؟ لا لا، العدد الفلسطينيين كان محدود كثير يعني كان محدود ممكن مئتين مئتون خمسين مش أكثر من ذلك بشكل أو بآخر ولكن الجيش الأردني أعاد تشكيل جزء من قواته بشكل سريع في أثناء المعركة وكان في الأصل عنده وحدات موجودة في الأردن بغير اللي خسره في الجواهة الشرقية ولكن يعني رجع رمم بشكل سريع جزء من وحداته وكانت موجودة في الأردن والأردني والفدائيين هل كان فيه فعلا قوة وعمل متحد يعني وهدف واضح يعني اللي يحقق نتائج إيجابية؟ ما في شك وأصلا لو ما كانش فيه مثل هذا التكاتف ما كانش هذه النتائج لأن ما في شك أن المشاركة الأردنية كانت أساسية وفاعلة ومهمة في هذا الموضوع يعني مشاركة الجيش كانت مشاركة يعني قوية ومهمة ومؤثرة في هذا الموضوع وهي يعني أطالت أمد المعركة أكثر المشاركة الأردنية في هذا المشاركة دعونا نحاول نستذكر هل أنت بتذكر وين كان موقعك في البداية؟ هل كنت في منطقة قريبة؟ وكيف كان؟ حدثنا عن هذا الشرق أنا كنت في نقطة أنا كنت في المنطقة إحنا كانت الكرامة مقسمة إلى أربع مربعات كان فيها ثلاث مربعات لفتح وفيها مربع لقوات جيش التحرير الشعبي والجبهة الشعبية في ذلك الوقت وكنت أنا في أحد المربعات في المربع الجنوب الشرقي للكرامة ولكن ليلة المعركة طلب مني الأخ أبو عمارة اللي يرحمه أن أخذ مجموعة من أربع أفراد أو خمس أفراد لأكون نقطة استطلاع أمامية على الجسر الحالي عند الجسر الحالي نقطة استطلاع أمامية في ذلك الوقت عند الجسر في هذا الموضوع وفعلا كنت أنا مع الإخواء في هذا الموضوع وكنا نراقب الحركة الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وعودت إلى الأخ أبو عمار تقريبا ساعة ثانين بالليل إلى الكرامة وطبعا وأبلغته بحجم الحجد الإسرائيلي نحن بالتعرف أن الإسرائيلي كانوا هما يعني مش سائلين عن يعني مش ماخدين اعتبار لأي قوة موجودة في هذا الموضوع كانوا يمشوا بشكل علني وبكشفاتهم وبأضواهم وبكل هذه الموضوع وعودت إلى الكرامة في ساعة ثانين بالليل لقيت الأخ أبو عمار والأخ أبو إياد الله يرحمهم في هذا الموضوع بعدهم في المقر وفي الموقع وأقبت لهم مخاصة يعني هذا الوضع تقيما بهذا الاتجاه قلت لهم أنه يعني في حالة تأهب وفي سعدة نعم في حالة تأهب المعركة مؤكدة بس يعني حجم القوة وأتوقع أنه كمان أنه التقدم سيكون من المحور الرئيسي اللي هو الجسر الملك حسين الأحالي الشون الجنوبية على الكرامة هذا سيكون التقدم الرئيسي للإسرائيليين في هذا المجال وأثناء المعركة بقيت يعني في ذات المربع كنت رجعت للنقطة طبعتي في هذا المجال طبعاً كاننا وكنا مع نحن والجيش الأردية مع بعض في هذه النقطة لأنه كان لهم قوات حجاب على النهر وكنا نحن والجيش مع بعض في هذه النقطة في شخص ترك أثر يعني في دوره وقيادته أثناء المعركة في نفسك يعني تذكروا الآن كيف كان دوره المعركة يعني أقول لك يعني كيف يعني كانت في ذلك الوقت الروح المعنوية عالي للشباب للإخوة والجملة في هذا الموضوع وطبعاً هما كانوا يعني الكل كان مصر على القتال يعني رغم أنه قبل الكرامة فيك العديد من من السياسيين والأصدقاء نصحوا أنه ما تعملوش المواجهة ولكن أخذ القرار بالإجماع بالمواجهة لأنه لا بد من المواجهة يعني ما في مجال للانسحاب ولكن هذا كانت الروح المعنوية عالية يعني إحنا بهذه المعركة يعني ممكن خسرنا بحدود 52 أو 55% من القوة ككلها يعني كان في أكثر من نصف القوة كان شهداء يعني في هذا الموضوع يعني كان فيه إصرار على القتال بشكل أو بآخر في هذا الموضوع يعني الخسار بالنسبة لنا في ذاك الوقت كانت عالية يعني تعطوهم 50% أو 55% من القوة الخسار ليست سهلة ولكن هي كانت انطلاقة ثانية للحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام والفتح بشكل خاص كانت فعلا انطلاقة ثانية انطلاقة ثانية على الصعيد الفلسطيني على الصعيد العربي على الصعيد الدولي يعني فيه قضية موجودة وفيه ناس بتقاتل لها أصحاب وإلى آخر في هذا المجال فيه موقف بتذكره صعب جداً أو محزن أو حتى أعطاه قوة من هذاك الوقت بتتذكره للأم يعني أهم ما فيه هذا في هذا الموضوع أولاً زي ما قلت هو الموقف اللي كان الكبير جداً أنه هو حجم الشهداء في هذا الموضوع من موجود أنا من الحركة من 65 وأعمل فيها من 65 لكن كان استشهد واحد، اثنين، ثلاثة بسمك يعني كمل بس مش هذا الكمل هذا حادث مهم لما أول مرة أشوفه بهذا الحجم وأنا في ذلك السن الشيء الثاني المهم إنه هو الشيء المؤثر هو حجم المد الشعبي اللي شفنا على إثر المعركة أو التعاطف الشعبي أو القبول يعني شيء غير متوقع وغير متخيل في ذلك الوقت ويبدو أنه كان يعني كيف الناس كانت محبطة بعد تراجع الجيوش ففي معركة كأنه يعني شيء رد الروح للناس شوي إلى حد ما ولذا كانت الرد الفعل الشعبي كان كبير وأكبر من قدرات حركة فتح في احتواء هذا المد كان كبير يعني أنت كنت شاهد عيان على مثل هذه المعركة اللي كانت بالنسبة للفدائيين هي انتصار رغم الخسائر يعني وانتلاقة أيضا جديدة كما ذكرت وردت فعل إيجابية شعبية يعني بعد مرور أكثر من 65 عام خسائر متكررة للشعب يعني ماذا يعني لك مثل هذا الحدث أنت عشته وعيشته وحتى الآن لربما الشعب متعطش لمثل هاي الشعور وردة الروح كما أنت ذكرت يعني أنا أعتقد أنه معركة الكرامة أدت ما كان المطلوب منها في مرحلتها في تلك المرحلة موضع غير مأساوي في هذا الموضوع أرض فلسطين محتلة كل المنطقة تقريبا في حالة كعابة وحزن لنتائج المعركة عرض 67 ولذلك هي أدت ما عليها ما ترتب عليها من نتائج سواء كيام سياسية أو معنوية في هذا الموضوع وهذه هي ساعدتنا أن نأخذ فرصة مرحلة لا بأس فيها من العمل بشكل مستقر في المنطقة إلا بدون مشاكل في المنطقة بغدى النظر عن كل شيء وأعطت المنطقة مرحلة يعيد كل واحد بناء جيشه يعني أنا بذكر الجيش السوري بعد يرجى أعاد بناء جيشه بشكل كامل من أول وجديد الجيش المصري نفس الشيء الجيش الأوردي نفس الشيء كلهم أخذ فرصة في هذه المرحلة يعني الآن الأمور مختلفة كثيراً يعني إحنا طبعاً دخلنا في عملية سياسية وتقريباً ومشينا في عملية سلام إحنا والإسرائيليين في هذا المجال طبعاً هي ما في شك ما زالت الأمور متعثرة بدرجة كبيرة في 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 الوصول إلى نتائج معقولة لعملة السلام الفلسطينية الإسرائيلية بهذا الموضوع يعني حتى هذه اللحظة أعتقد أن المرحلة القادمة قد تكون لا نعرف ما سيترطب عليها من نتائج بشكل أو بآخر ولكن يعني تعرف الآن الظروف كلها اختلفت الظروف المنطقة العربية 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 النظام العربي الوضع الإقليم بشكل عام الوضع الدولي بشكل عام يعني دائماً نراهن على أن نستفيد ومن من تاريخنا وندرس هذه المراحل المهمة التي كنا فيها أو المحطات المهمة من شاهد ومشارك عيان ربما في هذا الصباح يعني أصرينا أنه كمان يكون موجود معنا وحاضر شاهد فعلاً على هذه المعركة ماذا تقول للجيل حتى للمعلمين المدرسين يعني أذكر حتى من خلال المدارس كنا دائماً في مثل هذا اليوم صباحاً نستذكر تفاصيل عن المعركة ماذا أنت تقول لجيل القادم عن هذه المحطة وأهمية وجودها حتى في ذاكرتنا هذه المحطة مهمة ويجب أن تدرس لأبنائنا ولأجيالنا القادمة بشكل أو مآخر ولكن أهمة في المرحلة القادمة هو الصمود في الأرض الصمود في الأرض البقاء فيها وعادة مقارضة شكراً لك على مشاكتك في هذا الصباح ويقوم لك معنا من داخل الأستوديو وأتمنى لك أكيد نهار سعيد وطولة العمر والقوة يا رب شكراً شكراً